سيدي كريم مرحبا سبع الخير حياكم الله جميعا أكيد تبعتم سيدي الكريم بالأمس لقاء حكومة ولاد اليوم طبعا الوراشات مفتوحة مام ولاة الجمهورية أمام أيضا طاقم الحكومي من أجل وقوف على عديد النقاط المتعلقة طبعا بورقة طريق جديدة مطروحة اليوم مام ولاة الجمهورية أساسها التنمية والتطوير الفعل الاقتصادي أيضا كيف قرأتم هذا اللقاء الذي يعد ثالث من نوعه بسم الله الرحمن الرحيم والله أنا مصرور جدا لأن الشيء اللي كنت ننتظره منذ عدة سنوات البارح اجتماعنا لرئيس الجمهورية بدقة بدقة عرفنا باللي حان الآن الوقت للجزائر أنت تمشي روايد روايد نحو قصاد قوي نظيف يمشي في مقاييس الدولية المطلوبة مننا وأعطى كل التوجيهات لسادة الولاة بتوصيات كذلك لأكثر استشارة مع جماعات المحلية لكي نخرج بمشارع دقيقة على مستوى القاعدة وبناء على هذه في عدة إجراءات قانونية منهم الإعلان رسمي منذ أكثر من شهر على قانون الاستثمار وإعلان ثمن قوانين للتطبيق والتفسير هذه كلها راح تخلي الجزائر تنطلق بصفة حقية بصفة نظامية وبكل حرية لأن القوانين الجديدة أعطات الحرية الكاملة مستثمر الجزائري وفي نفس الوقت المستثمر الأجنبي في مستوى واحد بكل الضمانات تعدولة للأجانب أو غير المقيمين لما سمعهم وهذا كل هذا تخلي الجزائر تصبح لأن تكون عندها ديناميكية إن شاء الله في آخر سنة هذه وفي بداية سنة 2023 وإن شاء الله نتحسن على أرقام أحسن من ذلك لأن ولو عمنا عن أرقام حاليا هي إيجابية ولكن ننتظر أن يكونوا فيها تحسين أكثر مش فقط في التجارة الخارجية ولكن حتى في نسبة النمو دي هو الآن راح عوالي 3.4% أتمنى أن نصل السنة المقبلة إلى 4% إن شاء الله بحول الله لما كلنا نشتغل بقوة وبنظام وباحترام القوانين وبكل صرامة وبالخصوص أنها لما يكون فيها نوع من الإعلام البناء لفسر للناس للمعرض الأحيان الناس مش كلنا نفهمه هذه الأمور ولكن الإعلام عنده دور كبير ما تكون فيه نزاهة أو تكون فيه الإعلام يكون شغال بقوة إن شاء الله كلنا نعمله أكثر فأكثر ويكون المرضودية تكون أقوى من ما كانت عليها بالسابق وهذا هو اللي ننتظر منه إن شاء الله أنا مصرور جديد مرة أخرى أكد لك لما اسمات الرئيس يعني بيدقة تكلم على كل النقط وهذا كذلك جاءت بعد ما عين سادة الولاد الجدد وعين بالخصوص لتأرائينا الشخصين وزير الداخلية جديد اللي هو يعرف كما ينبغي ما وقع في الاقتصاد وخصوص في الجهات التعبانة شوية لما نسميها هذا الجهات اللي ما زالت ما وصلتش في المستوى معين إذن لما يكون عندك أشخاص أو شخصيات فهمين الوضعية كما ينبغي بدون شك تنتظر منهم أن يكون فيه الأرقام تتحسن إن شاء الله بدون شك سوف أن نعمل ونناضل لكي نفهم حتى أحنا الناس ونمشي روايدا روايدا لبناء مشارع كبرى لفتح المجال للشاهية الجزائريين وفي نفس الوقت نشهد أن حاليا فيه هناك هجوم ممتاز الغاية من طرف نشهد على كل حال كمكتب دراسات الجزائر تجعلها تقول لي نشهد باللي فيه هناك مطال جديد تجينا من طرف منظمات من طرف بالخصوص شركات أجنبية قوية جدا من إيطاليا من الصين من ألمانيا من السعودية من قطر وهذه كلها تبشر بالخير إن شاء الله علينا إحنا كيفاش نعرف كيف تكفلوا ونحسنوا محيط على استثمار لأنه لازم يكون فيه تحسين جدري محيط استثمار باش خلي كل الناس تتفضل وتتغلي البلد كبيرة جدا أمكانية كبيرة وبالخصوص الجزائر غنية جدا نأكد عليها مرة أخرى بالمواد الأولية لماتير برميرا بالوريزي وهذه اللي راح تخلينا أن نفتخر بالبلاد ولكن نفتخر بالعمل لازم نعمل ونخلي أجانب يشاركوا معنا لأن نلقوا كل الضمانات في الجزائر من أنفى صعيد جميل أساد أبمالك سرائن مدير العام المكتب الجزائر للاستشارات الدولية يبقى معنا طبعا نواصل النقاش مشاهدين الكرام بعد فاصل نشاري في الاستوديو مع الأساد أبمالك سرائن مدير العام المكتب الجزائر لاستشارات الدولية هم النقاط المتعلقة باجتماع الحكومة بولاة الجمهورية تجديد التوصيات وتعزيز ورقة الطريق هذا الاجتماع الذي جاء أيضا تحت شعار ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية أيضا أساد أبمالك سرائن تطرقتم أيضا في كلامكم منذ قليل نقطة مهمة متعلقة ب دور اليوم قانون الاستثمار الجديد في ترقية الاستثمار في ترقية الفعل الاقتصادي والفعل الاستثماري أيضا في الجزائر يقابله قانون أيضا مهم مطروح بقوة اليوم ماما مجلس الشعبية الوطن ماما نواب الشعب متعلق أيضا بقانون بلدية والولاية تطرق له أيضا رئيس الجمهورية بالأمس وحتى الورشات اليوم بقصر الأمم أعطات له حيز مهم لأنه اليوم إذا تحدثنا على الجزائر الغنية بمختلف طراواتها اليوم وبالمساحة الشاسعة أيضا وحتى بالقدرات الإنسانية الموجودة حتى اليد العاملة أيضا اليوم في الجزائر توظيفها أمر مهم ومهم جدا وهنا نقطة التحول هو حالي نلاحظ أنه فيه سوء التوازن ما بين القانون الاستثمار الجديد لخرج وهو فتح المجال كل حرية لكل المواطنين وكل أجانب لكي يستثمروا في الجزائر ومن جهة أخرى نحن نعلم أن القوانين القانون أو القوانين عدة قوانين لاشتغلنا بها منذ كم سنة في البلديات تعبانا للغاية ما بقتش صالحة للبلديات لماذا للبلدية الآن لازم تلعب دور أكثر في الاستثمار وكذلك لازم تأخذ نصيبها في الجانب الجبائي لأن حتى الآن الكثير من البلديات ما زالت فقيرة وما عندهاش البرامج المالية لتخليها تلعب دورها على مستوى القاعدة الآن ما فهمنا الآن هذه لازم نغيره بسرعة هذه القوانين باش خليهم يرجعوا في نفس المستوى ما تقرر نحن حول استثمار بقوة بكل حرية إذن لما نسرعوا ونحسنوا هذه القوانين تالي البلديات نتظمنى أن المجلس وطني الشعبي والمجلس للأمة للأمة يسرعوا في هذه الدراسات ويزربوا يخرجونها قوانين جديدة كذلك بالشراكة مع المختصين يجب أن يكون فيه دايما نتكلم على هذه يكون فيه توسيع استشارة باش نعطيه رأينا وش هو لصالح لا يصلح للبلديات من الأنفى صاعدا بلدية لازم تلعب دور كبير وتبقاش باقي مضغوط عليها من طرف الولاية أو من طرف التائرة وعطيوها أكثر حرية حتى كذلك يعني هم منتخبين ولازم منتخبين يلعب دورهم أمام ناس لانتخبهم ونصله لنفس المستوى باش القانون لا يستثماري يطبق كما هو منصوص به في سياق حديثكم أيضا على مستوى البلديات وبسرعة نعم في سياق حديثكم أيضا أنه حتى رئيس الجمهورية بلا مستطرق وقال ألف بلدية عاجزة اليوم اليوم السؤال بطروح اليوم وتحدي أيضا لولاة الجمهورية وكانوا غضبوا علينا في السابق لما قلناها ولكن الآن بفضل سيدة الرئيس الجمهورية بفضل السياسة أنتهى الحمد لله رجع كلامنا صحيح قلتها في بعض القنوات التليميزيونية حتى في قنوات تاعة الدولة يعني الرسمية قلت باللي هناك بلديات تعبان للغاية وغضبوا عليها لغاية كل شيء نقول فيها ولكن الواقع الآن رئيس الجمهورية بشجاعة أنتهى والعقل اللي عنده يعني قوي وهادي أنا شخصيا مصرور جدا بهذا الشيء اللي رأي يصر الآن يعني الشيء اللي كنا نتظروا فيه منذ كم سنة بدأ يتحقق وإن شاء الله يمشي رويد رويد أمام أمام الطالعاء أمام تكون جزائر جديدة مش في الكلام فقط كما دايما نذكر ولكن بالأعمال الجيدة بالأعمال الطيبة البناء لخلق مشارع كبرى وخلق أعمال وخلق خلق كذلك المالية للدولة لأن الآن الدولة راح الميزان راح ممتاز تحسن الكثير علينا احنا أن هذا التحسين على الميزان تعطيها خارجية تخلي الدولة تعطيها أكثر حرية باش نشتغلوا أكثر فأكثر بقوة أكيد لأنه حتى اليوم على الوالي حتى على بلاد الجمهورية وحتى على المجالس البلدية اليوم عليها أن تعي وتدرك وتضع مفهوم واضح لخلق الثروة لأنه اليوم نتحدث عن خلق الثروة الولاية لها دور البلدية أيضا لها دور في خلق الثروة لكن ما هو مفهوم اليوم خلق الثروة بالنسبة للولاية والبلدية بالحقيقة كنا كثير من الناس من مسؤولين على مستوى الولاد على مستوى الوزارة القطم إلى قليل كنا واعين بهذا المشكلة البلدية ولكن ما كان الشجاعة الشجاعة أن نقوله الكلام الصحيح الواقعي بالأرقام بستاتيستيك يعني الأرقام ما يغضبوا واحد ما يكذبوا واحد اللي كان يهمها الآن لما وصلنا لهذا الفكرة نهائيا 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 نخليوا البلديات تلعب دور أكثر ونعطي لها لماذا؟ لأن الدول الوحدة ما تقدرش تريزور بيبليك ما يقدرش الخازينة ما تقدرش كل سنة تعطي الملايين للبلديات وهما يصرفوا بدون ما يحاولوا ينجوا على مستوى الانتحام ولكن لما يكون فيه انتخابات وكما وقع الآن فيه شباب متعلمين في مستوى عالي وتعطي المقاون يحميهم يحميهم قانون يحميهم ويخليهم يشتغلوا يعني اثنين حاجتين أحميني وعطيني خرية العمل لكن الوقت نكون ننتج أكثر فأكثر لماذا؟ لازم لازم البلديات من الآن فالساعدين ينعبوا دور أكثر وبالخصوص يطبقوا ما هي الجبائية على مستوى القانون الجبائي على مستوى البلدية لأن ما تقدرش البلدية تكمل كما راهي لازم نعطي لها أمكانيات داخل داخل أراضي تحاول كل بلدية تحاول سلف ريلاينس يعني سلف سيف هي تحسن نفسها بيدها ولكن برؤية بعيدة من طرف الدولة بدون ما نضغط عليها كما كان عليها في السابق أن رئيس البلدية ولا الاجتماع تحاول البلدية ما يقدرش يفوت يفوت مشروع لو ما تكونش فيه قبول من طرف الولايات أو من طرف أو يطولوا عليه ورد فعل والأمور تطول كثير فلهذا بعد الحين برامج يموتوا في عهدهم بدون ما يكونوا مطبقوا الآن يكون في حرية أكثر للمشارع إن شاء الله من أنف صاحب إن شاء الله لهذا أقول حتى أن مركزية القرار اليوم تعيق التنمية وتعيق الفعل الاقتصادي والفعل الاستثماري أيضا اليوم هو المنتظر من الولايات من جهة نظركم طبعا سيد الكريم في ظل تحولات التي تشهدها أيضا البلاد والله الولايات حسب ما سمعت سيد الرئيس الجمهورية وما عندهم قوة تسير ولكن زاد أعطاها بأكثر قوة تسير أنا برقم خاف أن هذه قوة تسير لا تكونش فيها ردود فعل بيروقراطية نتمنى أن في هذه لماذا؟ يعني كالتجربة بكتب دراسات حالي يجونا ناس يشكيوا كثير وعندة في عدة مرات نكلم ساذا الولايات عندهم مشاكل في الولايات تحهم بعض الأحيان ما كانواش يعلم ولما نقوله أرض بالك بعض الأحيان تستعمل لفظة شعبية أو عندك بومبة في الدائرة الفلانية لما تزيل تسلحها لا تترتك يعني لماذا؟ ملفات نائمين نائمين منذ كم سنة فلهذا تكلمت على سيد الوزير الداخلي حالي لأن فات فترة معينة يعني لممثل رئيس الجمهورية وحلوا مشاكل كبار أكثر من 800 مشروع كانوا نائمة مقفولة عليهم فهذه ذاتت زادت في قيمة الدينار وزادت في قيمة الاحترام الجزائر وزادت في رؤية المواطنين يعني لأن المواطن يشوف أحسن رؤية وأصبح يثيق أكثر فأكثر لما نتكلم ولا أمور فلهذا سيد الولاد من الأنفة عيدان فو أكسليري بلوكي فو أكسليري بلوكي ولكن بشورط يكونوا عندهم إعلام أكثر بعض الحيان بعض الحيان يخبئوا عليهم على مستوى قاعدة يقولون مش حقاق أنا احنا عايشين الواقع الناس يجيوا كثير الباب مفتوح يجيوا شكيونا ويكتبون إلى آخره أجالا كل مواطني يجيوا شكيونا ويفاهمونا في أمور وهذا أعطانا فكرة أن الوالي له دور كبير بشور يكون هو عنده كل المعلومات اللازمة لم يخبئوا وشعلي يعطوا له لما الوالي يكون يعلم بللي فيه هناك ولا هناك مشكل يفتح المشاكل لأن عنده قوة عنده توصيل من طرف رئاسة الجمهورية علينا كلنا نعمل في هذا المجال باش نحسن يعني لو نفتح المجال ونقتل البيروقراطي هذه الكترة يعني طراحة أن المرضى الكبير في الجزائر هو البيروقراطي يمكنك حاجة أخرى يعني لما نحسن أموره خفف وتكون فيه أكثر شفافية أموره ستتحسن بدون شك في سياق كلامكم أيضا سيدي الكريم السيدة بن مالك سراء لأنه حتى رئيس الجمهورية بالأمس في خطابه قال وأتذكر أنه في سنة 2020 أيضا رئيس الجمهورية قال لولاة الجمهورية اتخذوا قرارات دون الخوف من المحاسبة والمتابعة القضائية اليوم في 2022 أعادها رئيس الجمهورية لولاة الجمهورية هل لولاك خلل بالنسبة على مستويلات الجمهورية هل لم يأخ هذا الكلام أم ماذا في خلل في خلل في بعض الأحيان مشكل في خلل ما نسميه باللغة الأجنبية لغوبرنانس كانوا بزاف ناس يخافوا ما يأخذوش قرارات لو ما تعطي لهمش المعلومة وما تفسرلوش تقنيا يعني هاو الحل بعض الأحيان ما يأخذوش القرار لأن على مستوى تهم ما يلقاش الحل لأن ما يعطولوش معلومات كاملة يخبيو عليه أمور كم من مرة نعطيك دائما بالجانب تطبيقي على المستوى التاعي لما عايت لهم نقول وكذا 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 فلقوا من فلانية ولا الدائرة فلانية هاو كيفاء هاو كيفاء أو كيفاء أو الحل صرت لي حتى مع الوزارة الأولى لما لما اكتشفت بلي مشارك منذ ثلاثة حتى خمس سنوات موقفين من طرف الإدارة الجبائية ما فهموش لما درت دراسة وعملت تحاليل ومشيت الوزارة الأولى الأمور تحلت يعني كان لازم يفعله كه كان لازم واحد يفكرهم ويفسرلهم كيف تحل هذا المشكل وما تخافش الناس بسات تخاف شوية الشيء اللي يوقع يعني للأسف الشديد اللي يوقع مع العدلة ومع كده ولكن تدريجين الرماشيين نظفوا الحال إن شاء الله ولكن لازم برنامج يكمل التنظيف لازم يكمل ما يتوقفش لأن مزالت الأمراض البيروقراطية ومزالت الأمراض في بعض جهات رشوة في بعض المستويات ما زالت ولكن الكفاح على موجود القواني اللي يقار جد راح تكافح هذه لما نأكد لك بالقانون هذا جديد تعالي استثمار واني قدمته حتى في تعالي مجاهد في الفورم تعالي مجاهد أو الأمس ولا أكثر في السبب اللي فيه الآن حرية تامة وفيه الآن يعني رؤية واضحة جدا الناس تخاف خلاص تخاف ما تديرش الظلم ولكن تشتغل أكثر فأكثر وإن شاء الله أنا نقضي وتدريجين على هذا مشاكل تعالي بيروقراطية ومشاكل لأن فيه قوة فيه قوة جزائرية حقيقية فيه قوة شباب روعة عندنا شباب روعة عندنا شباب تعلمين عندنا شباب حابين يخدموا خليهم يخدموا وجههم نشجعهم نحترمهم هذا الوقت كل أمور تمشي في نقطة أخرى أيضا ورقبة مش ممنوعة رقبة نخليها تمشي كالعادة يعني أكيد في نقطة أخرى أيضا أستاذ المالك السراي متعلقة طبعا أهم محاور هذا لقاء من حكومة والولاد طبعا المطروحة بقوة اليوم تحدثنا عن استثمار قضية التنمية في نقطة أخرى أيضا متعلقة بالإصلاح المالي لأن حديثنا الآن يحتم علينا الوقوف عندما صار إصلاح المنظومة البنكية والمالية في الجزائر وهذه المراجعة اليوم أصبحت حتمية لتواكب اليوم ورقة طريق رئيس الجمهورية والتحديات المطروحة المسلوى المحلي بدون شك الجانب المالي منازل رغم يعني في إصلاحات وقعت في تحسين ولكن غير كافي جزائر تاع 2022 2023 مش هذه الجزائر تاع البنوك لأننا نشوفه فيه لازم نحسنه أمره يفو روسيكلي دي برسونيل يفو دي برسونيل صغر صغر لصطف لما تكتب انت المدير العام تاع الشركة قلتها لما تكتب مدير العام تاع بنك وعلى مشارع متوقفة في تلمسان ومتوقفة في شلعهم العيد الاخرية وتقول له هاو المشكلة تاعكم منذ خمس سنة وثم تجريوا فيهم في عيواض يقول لك تبارك الله فيك فكرتني وجريتني يقول لك ليش تدخل هذا الموقف ليش دخلت ليش مندخل لازم ندخل يا إما تحسن أمرك يا إما تروح لأن كينين حسن منك كينين شباب ثقفين كينين ناس متعلمين في مستوى عالي قادر يسيروا إذن هذا البلوكاج هذا تعالي ليستطعف على مستوى بعض المستويات لازم تكون فيه يعني التسريح ونخليوا الناس نضافي خدمه يعني ما نقضوش نكملوا منكملوا أنا أنا مشروع استثماري في تلمسان ولا بيش العام العيد ولا بيش جاءت يبقى خمس سنوات بيش البنك تبولوا هذا غريب جدا يعني قضية تلاتة خمس شهر يبقى خمس سنوات غير مقبولة هذه غير مقبولة على مستوى الجميع على مستوى الجميع يعني صراحة خلينا نفكروا في تفكير جديد خلينا ندخلوا الشباب تعلمين خلينا نستعملوا آليات تكنولوجية منتازة كما هي كما هي معمول بها في الدول المتقدمة وبالخصوص نحن نرى عضو ممتاز عضو محترم على في طار المنظمة الدولية سواء في البنك الدولي أو في صندوق النق الدولي أو في السندق الأخرى لازم محترمة للغاية لأن محترمة وتشارك بقوة إذن لازم ناخذ الخبرة على هؤلاء الناس هؤلاء المنظمات ونضغطوا على المدريات البنوك باش يغيروا نموذج العمل التاحة ويستقبلوا الناس أكثر أحسن ويكونوا أسرع في الأعمال يعني قضية البطء قضية البطء نفر دون بوكو دو تان يعني نفر دون بوكو دون بوكو دون بانك نفر دون بوكو دون بوكو دون بانك اقتصادية لازم تصير اقتصادي وليست إداري لما نفهمه باللي تصير تعالى البنوك لازم يكون فيه تصير اقتصادي ومالي وليست إداري في ذلك الوقت راح أننا نسرعوا أعمالنا ويسرعوا أعمال البنوك وخليوا المستثمرين يصبحوا يعني يثيقوا أكثر في البنك القضية هي قضية مش فقط تعالى المواطنين القضية أجانا كذلك لنح يتعاملوا معنا ويجيوا منه ويجيوا بقوة رانا نشوفوا فيها حسب يعني الشي اللي نستقبلوه من رسائل ومن إيميل وكذا من اللي يحبوا يشيو ويسته برحبك كم من واحد اللي يجوا من أوروبا إلى آخره يسألوا فيه يطورا نبدأون نفضلوا البلاد مفتوحة وكذا ونفسر لهم القانون إلى آخره إذن ولكن لما يروح للبنك يلي ما رسي والله يدير له ذاك والله ما يجاوبوش نعطي لي إمام رسائل رسائل كم رسالة ما يجاوبوه ناس يا ناس ما بقاش جزائر 20-20-23 ما تسمعش هذا الركود الإداري البرقراطي لازم كله ناكافحه كله ناكافحه كل واحد في المنصب بتاعه بالتقنية بتاعه بالعلم بتاعه اللي عنده بالخبار بتاعه كافحه هذا المرهب بما يحدث عن المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي اليوم المستطمر الأجربي لما يجي للجزائر هو نفس المستطمر ليستطمر في بلد أو في بلد أخرى في بلد أخرى يعني علي أن يجي الظروف إما مثل الظروف التي فيه في بلد أو أحسا هذا المناف ممتاز من المقهى وين يريح من الحمام وين يمشي وين المدرسة يمكن يقرر يحب يحط أولاده من السكن إلى آخرين من السيارة ليشريها وين يشريها وين يجيها كل هذا المحيط وتشوف أقدر ما كانش أحد أجنب يجالس معاكم مش مع أنت هذي ورحوا أجنب هذولي لما يمشوا بالملايين في إسبانيا وفي جهات أخرى دول مجاورة كأسوا احنا معنا احتوى مع أنتها في خلل كالكوبار يعني كان خلل كان خلل قضية الفيزا قضية اللغة قضية النظافة قضية الاستقبال فهم هذه كلها هذه كلها نقطة نقطة حساسة لما تخليناش نجلبوا يعني بالأكثرية تعل مواطع أجنب لعنهم أمكانيات وعنهم تقنيات للأخير ولكن الآن رانا وعين ومستوى حتى رئيس جمهوري يأكد لنا ويأكد 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 ونشكره على كل حال بشجاعة تعالوا العقل اللي عنده وخلانا أحنا نشجعه يعني كلنا نبكيو نشكيو نبكيو نكتبو إلى أخي الآن خلاص المجال مفتوح يلا الله نشتغل هذه خطر الأجنب يشوف يجي بشي خدم ويديدران حتى هو يجي بشي يربح ويجي بشي يكون ممتاز في وجوده في الجزائر ولكن الآن الجزائر حاليا إذا كانت تجلب مواطنين أجنب تجلبهم أكثر فأكثر على جل على جل الأمكانيات البشرية أولا وعلى جل رخص التعلماء والكهرباء والغاز وعلى جل طبعا الأول هي هي القضية النقطة الأولية هي المواد الأولية اللي عندنا يعني الماتريال رو ماتيريال يعني الماتيق بخومياء السينيوزان ديسخي هم موالي هم موالي هم موالي هم موالي كثير الشركات أجنبية علينا نحن نعرف كيفاش نكونوا نكونوا واقعيين ونمشوا في هذا الطريق المستقيم جميل حتى فيما يخص في المجال الطاقوي أيضا وزير الطاقة بالأمس اليوم قدم أرقام أرقام مبشرة فيما يخص ربط المجمعات السكانية بالكهرباء أو حتى بالغاز اليوم في حركية على هذا المستوى اليوم من ناحية الطاقوية حتى في قطاع المناجم أيضا اليوم أصبح يعرف ديناميكية ووتيرة متسارعة في هذه الفترة وتحدثنا عن ما تملكه الجزائر من مقومات اليوم وتوظيف كل هذا في الميدان يعاد تحدي وحتمية في نفس الوقت هو توزير الغاز من بكري من بدري كما يقولون توزير الغاز ممتاز يعني وصلنا إلى المستوى عالي جدا يعني المستوى تحت جزائر بعد الحين أحسن من المستوى تحت جنوب طاليا ولا جنوب إسبانيا ولا جنوب فرنسا احنا أحسن منهم هذه أرقام دلة يعني لما توصل 86-90% 92% بعد جاء حتى في الجبال تلقى الغاز طلع طايف بتاع الجبل حتى في الجبل طلع الغاز ممتاز ولكن الآن أنا أكد كثير على الجنب على توزيع الغاز والكهرباء وسطة الكهرباء في الجنوب يعني في بعض قطاعات في الجنوب وفي الهضاء بالعليا ما زال للأسف شريق ما وصلهمش الغاز وبعض الحين لاحظت واكتشفت على كل حال أن في بعض البلديات قريبة جدا أو جهات من البلديات قريبة جدا من الولايات ما عندما الكهرباء أو ما عندما لغاز هذه لازم تصح كما لاحظتها أول أمس في الفورم تعلامة جهات في مثلا وسط هذه الجزائر الوسط تعلجزائر هنا في الهضاء نقص النمو كمقارنة للغرب والشرق إذن لازم يكون فيه يعني الاستثمار يكون فيه تعديل ويعطي لهم الأولوية لهذه الجهات التي منزلت نقصة في الاستثمار في كل جهات بما فيهم الماء بما فيهم الكارباء بما فيهم الغاز بما فيهم الطرق بما فيهم المدارس الآخرية هذه نقطة مهمة أيضا أستاذ المارك تحدث عن نقص نمو كمقارنة للغرب والشرق جميل هنا نتحدث على الإحصاء الاقتصادي إن صح التعبير حتى نعرف مقومات كل هذه المناطق وكيف يمكن أن نستثمر في المنطقة الفلانية أو في المنطقة أخرى حتى توزيع الثروات يكون بطريقة متساوية ومتوازنة بين بغتلاف المناطق هذا راح يحل لنا مشاكل كبار هذا يفتح إذا فتحنا راح نكتشف أمور غريبة جدا لأن الأرقام هي ما تتغير لما الرقم يخرج رسميا خلاص فهمنا ويعطينا معلومات دقيقة خليوا الاستثمار يمشي أكثر للجهات التي تحتاج النمو وكذلك نظرا للواقع الطبيعي لما الآن نشوف مثلا ولاية البيض وولاية نعامة ولاية غرذية فيها الطبيعة على الفلاحة ولاية أضرار لازم نعطي لهم أكثر قوة فلاحية وبالخصوص نسرح الملفات لأن أكد لكم الآن هناك مئات ملفات ما زالوا نايمين على مستوى الدراسات في حصفين عامة وفي البيض الأخير أفتحوا المجال أعطيوا الأراضي للناس التي تخدمها أرض أرض كين الماء الشمس كين الهواء كين الرجال كينين الرأي الآن واجدها واضح واضح جدا لما رأيس يتكلم على البيض الناس كانت تنتظر الدو أخرين وما غير صالحين العمل ولكن أعطيوا للناس تخدمها الناس المهندسين البيطاريين هذول يتظروا كم مطالب الفلاحين لأخير البوسط اللي حابين يخدموا خليهم يخدموا لما نتكلم على قضية الحبوب إيه الجزائر وما أدركها بالأراضي اللي عندها تقدش توقف استيراد الحبوب احنا عنا أراضي هاملة أعطي للناس أعطي للناس أعطي الألفين شخص لولايات العشرة اللي رأى عندهم عندهم تحفيزات خاصة منذ 2013 خليهم يخدموا فيه بطع ونقتلوا فرصة النداء للوالية نعامة يلا صرح الملفات يا سيدي كريم ترك جديد كتبنا لهم صريحة صرحوا الملفات لهم نيمين عندكم فاتس أعطيوا للناس اللي حبوا يخدموا كيفية حتى ناس قضبوا راحوا العدالة يعني إذا لا تقدش تعطلوا التراب ولا تقدش لازم الولايات واللجنة تدرس الملفات إذن فيه تأخرنا عن ما ولكن هالقالون الجديد يفتح المجال سهل الأمور يعطي ثقة أكثر للول يعطي ثقة أكثر في المدارة إلى آخرين إذا كان ممكن نحسن إطارات لازم نحسن إطارات على مستوى مدريات تعزير تعزير للدس ضروري ضروري نحسنهم وكذلك المدريات تعلن صناع لديم 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 كذلك المساوليات هنا الخلال موجود ما زال الخلال موجود ينحسنهم وإيه أعطيهم أمكانيات التقنية ورقمنت أيضا هذه القطاعات خاصة نتحدث القطاعات الاقتصادية بالإضافة للقطاع الفلاح رقمنت هذه القطاعات أصبع أكثر من ضرورة وأكثر من حتمية تحدث أيضا الرئيس بالأمس على قضية الرقمنة اليوم ويجب الإسراع في هذه العملية على المستوى في الميدان أنه اليوم رقمنت قطاع الفلاحة يعني يقصر علينا عديد المسافات راح يعطينا مفاجآت كبيرة ياسر صراحة راح يبيننا بلي هناك قدرات منسية في أراضي منسية في قدرات منسية في إطارات منسية في بيروقراطية في نقص في تسير فليهذا الملفات تتراكم لمستوى الولايات الولايات بخصوص الجنوب لما تشوف دي سنتين دوسي في المنيع النائمين فاتسنة واجمع أعطينا استخدام راحة غلطوا غلطوا مدوا أنترا مدوا ثلاثة ربعة من الناس بلو يسلحوا لما تشوفها في بشار ستنتظر لما تشوف في البيض البيض يعني الشيء رائع أو الرئيس الجمهورية تكلم عنه البرح وعنده حق ولكن لما تصل حتى الرئيس الجمهورية مفروض على مستوى مديرية التالفلحة يسجدوها ما يبقى وشكتب تسجح حتى الرئيس الجمهورية لماذا الخير موجود الأرض موجودة الما موجود الأمن موجود الاستقلال موجود فانس النو يلا نخذ معروح نخذ نسجد معروح جميل شكرك شكرا الجزيل وسلم المالك سرائي المدير العام مكتم جزايا استشارات الدولية كلمة أخيرة اليوم ولاة الجمهورية أمام كل ظروف مواتية اليوم أمامهم من أجل أن يقدموا الإضافة في الميدان أنا عندي جيدا للولاة خاصية بالحدود البيض سكراس تبسة تلمسان ضيف لها غردية ضيف لها المنيعة ضيف لها أضرار لازم يكون عندهم صرامة أكثر يكون عندهم قوة أكثر ممسي لفو روفورس يعني هذه الولايات هذه اللي مقابلين الجنوب الجزائري مقابل الجنان مقابل المالي والنيجير والليبيا وتونس ومن المغرب لازم تقوه أكثر فأكثر يفرطيها خطر لا حتى من ناحية الأمن الأمن ذاته الأمن مش فقط الجيش جيش رهز على أعطيكم كثير والأمن لما تكون فيه حركة شعبية حركة اقتصادية في هذه الجهات الأمن يكون أقوى هذا تقنيات موجودة في العالم كله وليس تأمن جهة معينة أعطي المستثمرين هما وميعسوا أرضها وميعسوا خيراتهم إلى آخر هذه ونتمنى هذا التوجيه سيد رئيس جمهوري يلقى مباشرة تطبيق في الميز نفرح ويخليونا نتنفس شوية أنا تنفست لما اسمعت البارة لما خلص نقول الحمد لله يا ربي الرؤية أصبحت الآن واضحة لأن كنا نشتاكي لله ونشتاكي ونكتب على كل حال بعض لما نقول أمور غير لما تكلمت على هذه رسمية نقول هاك لما تكلمت على الميزانية على بعض البلاديات ما يشتاوش يعني سكروا لي تليفزيون الوطنية قال كما أنت تشغليه يجوز أو يتكلم على المشاكل صح وهي مشاكل صح وبعدين 12 يوم ونستعرفوا قال صح كانت لأننا لأننا عدنا أقهام عدنا خبراء كانوا خبراء جنس وزراء كانوا خبراء جنس مستشارين رئاسة جمهورية من عندنا نحن من المكتب الجنسية يعني فيها صحنا وطنيين المشكلة أنا وطنيين بعد حيان ما يقبلوناش لأن عدنا وطنية قبيحة شوية ما نسمحوش لهذاك يفزدوا يسببوا البلاد إلى آخر أنا ما تجيسيش البلاد لا تتتش لما كانت هذا هي التوصيات لا تتش لا تتش لا تتش أخذ مع روحك كريتيكي لزنسفيزانس تكنيك كريتيكي لبيروكراسي كريتيكي للرشوة بصح البلاد ما تتلحش البلاد وجيش ما تتلحش لها أشكرك شكرا شكرا جزيلا سلام مالك سرائي رودي العالم مكتب الجزائر الاستشارات الدولية رجدك معنا اليوم على هذا النقاش أيضا شكرا جزيلا صح شاهدينك كرام